صحيح لن يستفيد الجانب الاثيوبي مما يقوم به ولن يستطيع الجانب الاثيوبي انه هو يغير من الواقع شيء ولن يستطيع الجانب الاثيوبي انه ويفرض امر واقع لن يستطيع الجانب الاثيوبي ان يفرض امر واقع على مصر والسودان لانه مصر والسودان اولا دول ذات سيادة دول صاحبة حق ودول قوية دول قوية احنا بنتكلم كل يوم بنقول هذا كلام رغم ما يعتصرنا من ألم عندما نتابع الإعلام الإثيوبي المضلل والمغردين الإثيوبيين المضللين وبعض المسؤولين الإثيوبيين المضللين وأتحدث عن نائب رئيس الأركان الإثيوبي الذي وقف وقال كلام يحاسب عليه ويسأل عنه كلام غير سياسي كلام غير منضبط لم يخرج لم يخرج من مصر كلمة واحدة أو كلمة تهديد واحدة أو تلويح بكلمة واحدة لا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي لأن احنا دولة سلام لكن لا يجب أن يفهم هذا خطأ نائب رئيس أركان الجيش اليوتيوبي خرج بتصريحات غير مسؤولة غير مسؤولة بالمرة وأقول أنه يبدو أن الإرادة السياسية غائبة يبدو أن هناك شيء ما غير مفهوم لكن في كل الأحوال أنا أرى أن هناك عبثاً تقوم به إثيوبيا تعبث بالنار يعني أمام وقبالة حقول محروقات قابلة للانفجار في أي لحظة ضبط النفس المصري الحكمة السودانية والحكمة المصرية يجب أن تفهم على حقيقتها من الجانب الإثيوبي عيب لما رأى أتعاقد مع شركات دعاية وإعلان وأتعاقد مع مواقع وأشتري شوية صحف مأجورة وأشتري كام واحد كاتب اكتب لمقالات وأعمل زي ما عملوا في أمريكا راحوا الجانب الإثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا فيه محاولة برضو خلق حالة من الرأي العام عن طريق القس الأمريكي جيسي جاكسون دعاية الحق المدنية تكلم عن إثيوبيا حق الإثيوبي يا عم جيسي جاكسون أنت مش فاهم الموضوع أنت مش فاهم الموضوع وأنا بقول فعلا أننا المصريين في الخارج لازم يتحركوا ويبدأوا يواجهوا ويبادروا مش هيبقى يدافع يبادر صفرات في الخارج المثقفين المدونين إحنا مش بنقول نهاجم ونعمل شبورة على تلك لا نوضح الحقائق لأننا أصحاب حق من حيث التاريخ حيث القانون حيث الجرافية من حيث الواقع من حيث كل الأمور مصر صاحبة حق علينا أن احنا نوضح الحقوق المصرية برقي كما بدأناها إن شاء الله تنتهي على خير ويعد الجانب الإثيوبي عن عناده ترجمة نانسي قنقر